الزمالك فلت النهاردة من التعادل أمام البنك الأهلي وبيفوز النهاردة بالاحتواء أيوة بالاحتواء أهلا بكم متابعين الكرام والأعزاء اللي دايما بتشرف بكم وكون مبسوط قوي وأنا معكم في ملعبكم كابتن يوسام أيوة حلقة جديدة معايا كابتن يوسام هنحلل مع بعض تحليل تمام التمام بس هو هتسيبني وتغمض عينك وتنام أو تركن التليفون وتروح تقض مع المدام تعالوا لي تعالوا لي كل الزمالكوية وكل متابعين وأحباء الدور المصري عندنا النهاردة قصة ورواية وليلة رمضانية هنتكلم فيها بشكل مفصل عن مباراة نادي الزمالك ونادي البنك الأهلي النهاردة المباراة النهاردة كانت ما بين نادي الزمالك في الدوري ونادي البنك الأهلي الزمالك قدر أن هو يحقق الفوز بهدف نظيف لسلاح الزمالك اللي كان غايب اللي هو محمود حمدي الوينش غياب الوينش أثر بشكل كبير على بفاع الزمالك وهجوم الزمالك كمان واحد يقول له هجوم ايه يا عمده بيلعب مدافعة أقول لك فيه مواتشات كتير قوي الوينش قدر أن هو يخلصها يخطف جون بيعمل أسيستات بدماغه كويس جدا بيخرج بيكون له تأثير كبير جدا في القرات العالية المباراة نطهيت النهاردة بواحد سفر طيب أنت ليه بتقول أن الزمالك فلت من التعادل أو ليه الزمالك كسب بالاحتواء لقطة غريبة جدا 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 في الشوت الثاني وقبل نهاية اللقاء بوقته لايل جدا يمكن تقريبا كانت في الديقة تمانين لقطة غريبة جدا جدا فاول أنا أنا مش بتكلم دلوقتي في صحة الهدف أو مش في صحة الهدف بس هي اللقطة غريبة اللقطة استوقفتني طب ليه 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 السيناريو ده حصل كده بالزبط آآ فاول النادي بنك الأهلي مضطرف شوية اترفعت هب لعب بناغه هب تردد هب بس المرسي جاب جون الفكرة هنا أن الحاكم ألغى الهدف طب هو لو هو مثلا فيها شبهة تسلل وتلغى مفيش مشكلة آآ في شبهة فاول وتلغى مفيش مشكلة الفكرة دلوقتي واللي استوقفتني واللي استغربت له وليه ده بيحصل في ملعيدنا المصرية وغرفة الفار المصري بالتحديد ليه دايما بيكون فيها هذا النوع من المشاكل أنت دلوقتي آآ الحاكم لغى الهدف بحجة أن الكرة تسلل تسلل بفرق كبير جدا مع أن أنا مش شايف أن الكرة تسلل أساسا لأن لعب البنك الأهلي ولا تلامس مع الكرة ولا آآ تدخل مع الكرة ولا أثر على الكرة بشكل الماء أساسا لما من قريب ولا من بعيد ده واحد تاني خالص هو اللعب الكرة بتنغوه أساسا واحد تاني خالص يعني ايه اللعيب البنك الأهلي اللعيب اللي بعدها هو اللعب الكرة بتنغوه والحاكم بناء عليه حسب الوف سايت على اللعب اللي هو كان متسلل وهو فعلا كان متسلل بس هو ما لمسش الكرة ولا تدخل فيها ولا جي جنبها أساسا حتى الحاكم حسبها الفكرة دلوقتي هل غرفة الفار هل غرفة الفار مش شاف أن الكرة دي اوف سايت ما كرة دي اوف سايت الفكرة بقى ان الكرة دي اللاعب اللي كان في وضع التسلل هو دلوقتي تلامس مع الكرة تدخل عمل اي حاجة لا يوم الفار يعمل ايه يوم ملبسها يعني في حكم اللقاء لان هو يعني انتوا قاديين في الفار مهمتكم بين اول الكرة فتحة فحكم اللقاء اعتقد تقريبا ان الكرة اوف سايت وان اللاعب ده هو اللي كان متدخل في الكرة حتى المخرج بتعلقاء معاتش الكرة اللي بالكامل اللي حكم في الفيديو لو انتوا شفتوا الموكش كويس معاتش الكرة بالكامل اللي حكم الفيديو عشان يشوف انه اللعيب ده مش هيكمل في الكرة اس مش هيكمل فيها اساسا. في النهاية الحكم والقرار كان اغرب قرار النهاردة من غرفة الفار ان هي تندق حكم الساحة وحكم اللقاء عشان يجي يشوف ويحسب هو التسلل. ويحسب هو التسلل. دي اول مرة تحصل في الدور المصري. زي ايجبشن بريمر ليج. الله يمسيك بالخير. نادي الزمالك اه في وضع يعني لا يحصد عليه تماما ولا جماهير نادي الزمالك بصراحة الوفية. اه بعيدة عن التحفيل وبعيدة عن الهزار وبعيدة عن التحك. حقيقي 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 جمهور نادي الزمالك جمهور وافي جدا جدا جمهور الزمالك فريقه. اه ضيع من ايده بطولة الكاس ومع زالك كان بيروح وراه. ضيع من ايده بطولة الدورة ومع زالك بيروح وراه. ضيع من ايده بطولة كاس مصر ومع زالك بيروح وراه. خرج من دورة ابطال افريقيا مركز تالت ومع زالك الجمهور واقف مساند وعايز يشوف نتائج. خرجوا من بطولة كاس الربطة على نفس الفريق اللي كذبوه النهاردة ومع ذلك جمهور نادي الزمالك في ظهر نادي الزمالك وفي صفه. لكن الفكرة دلوقتي هل الجمهور ده هيفرح امتى? الجمهور ده هيفرح امتى? انا واحد اهلاوي. اهلاوي جدا. واهلاوي بعشق حاجة اسمها النادي الاهلي. بس بيستوقفني الانتماء. بشوف ان دايما جماهير نادي الزمالك جماهير عندها انتماء. فكرة المنافسة ما بيننا دي حاجة طبيعية. دي حاجة طبيعية جدا. بس الفكرة دلوقتي انه نادي كبير زي نادي الزمالك عنده احباء ومشجعين وانصار في كل حتة دايما نوراه. طب الناس دي هتفرح امتى? وانا كنادي اهلي هحس امتى بيني المنافسة? بالمناسبة الزمالك النهاردة بعد ما فازه وخد التلات نقط من المركز السابع للمركز الرابع. طب هو مركز الرابع ده ايمة نادي الزمالك? المركز الرابع ده هل ده قيمة وقدر نادي الزمالك وحد من نادي الزمالك وتاريخ نادي زمالك مركز الرابع? ازاي? يعني كده الزمالك مش يشارك في بطولة افريقيا? هيلعه في الكون فيدرالية? ووارد كمان ما يشاركش في الكون فيدرالية? طب ايه? طب ايه العمل? ايه الحل? ايه الحل عشان الزمالك يرجع تاني ينافس على البطولات ويكون كدف وند للنادي الاهلي. الحل النادي الزمالك استعود ربنا في كل البطولات اللي موجودة السنة دي اللي هي اصلا مش موجودة خلاص ما فيش غير البطولة الدور. وابتدي ان انا ازبط وابني فريق للسنة اللي جاية. للبطولات اللي جاية. لبطولة الدور السنة الجاية. والكاس اللي جاي. وللسوبر اللي جاي. والافريقيا اللي جاي. ابتدي اعمل لهم جيل دلوقتي. لانها مش شاف ان في ولا لعيب من نادي الزمالك بالزات الصفاقات الجديدة تستحق الدعم وتستحق ان احنا نقول نصبر عليها هيجي منها. الناس دي اعلى في مستواها. عليها المصطفى شلبي والسيسي ووروقة دول ده خلاص ده سقف مستواهم. فمعنى كده ان اللعيبة دي ما تسايلش ناديكم بتلعب في اهلي او في زمالك. نادي الزمالك نادي كبير ونادي الاهلي نادي عريق. مش اي حد يلبس تشارت بتاعه. في حاجة اسمها روح الفن اللي ايا كان الحمراء او البيضاء. فانا شاف ان اللعيبة دي ما تنفعش يكون موودة في نادي الزمالك اساسا من الاساس. طيب ايه اللي مطلوب المطلوب جماهير الزمالك زي ما هي ماشية في نفس طريقها. الدعم هو الصبر. الدعم هو الصبر. نستنى نشوف المدير الفني الجديد اللي هما بيقولوا عليه الرسل الجديد ده يشوفوا هيعمل ايه? اه يدعموه يستنوا عليه. اه صفقات جديدة طبعا. صفقات جديدة. ونادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك تبتد حط في دماغها ان هي بتنافس على المطلوب بتاعت السنة اللي جاية. فلازم تصبر عليها. اه في النهاية دايما بكون مبسوط وانا معاكم خصوصا لما بتبقى الفيديوات طويلة شوية ببقى المبسط لان باحثنا قاعد معاكم وقت اكتر وانتو بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا. اتمنى اتمنى من كل حد بيشوف الفيديو ده اه يدعمو ويحاول يوصلو لالف لايك. والناس اللي مش هتشترك في القناة تشرفني وتشترك في قناتي.